موسيقى ما إن بدأت التصريحات التركية تأخذ منحا لينا تجاه الحوار مع النظام حتى كثرت التسريبات والتحليلات والسيناريوهات المتوقعة اليوم خرج وزير الخارجية التركي وأجلى بعض النقاط التي سوف نتوقف معها فيما تبقى حياكم الله نفى وزير الخارجية التركي مولود جاوي شوبلو نفى أن يكون هناك أي تخطيط اجتماع في شانقهاي مع النظام مؤكدا أن بشار الأسد ليس مدعوى هناك جاوي شوبلو قال أن الحديث عن اجتماع بين رئيس التركي رجب طيب أردوغان وأن بشار الأسد غير صحيح وقال كذلك أن الأهم عملية هي العملية السياسية لكن النظام لا يؤمن بها تركيا تمد شرايين العلاقات مع النظام في سوريا عنوان صحفي يتصدر عشرات المواقع الإخبارية لكن ماذا وراءه وما طبيعة تلك الشرايين وما الأرضية التي ستبنى بينهما بدأت القصة قبل أن تهبط طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العائدة من سوتي بعد لقاء جمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين قال أردوغان حين ذاك إن هناك تواصلا استخباريا مع النظام في سوريا قبل أن يخرج وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو قائلا إنه أجرى لقاءا قصيرا مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد في بيليغراد مطالبا بالمصالحة ففجرت تصريحات جويش أوغلو الشارع السوري الذي انتفض عن بكرة أبيه رافضا التطبيع بكل أشكاله غضب الشارع السوري دفع الخارجية التركية لإصدار بيان تقول فيه إنها تقف إلى جانب الشعب السوري في ثورته وستواصل دعمه حتى النهاية وإن أنقرة تبذل جهودها للحل السياسي متهمة النظام بالتعنط وتعطيل المفاوضات قبل أن تكشف صحيفة تركية عن شروط مسبقة وضعتها تركيا والنظام كلاهما للتفاوض إذ يطالب النظام بأن تسيطر مؤسساته على إدلب ويسيطر على المعابر الحدودية مع تركيا وأن تمتنع أنقرة عن المشاركة في العقوبات المفروضة عليه مقابل أن يتولى مهمة القضاء على حزب العمال الكردستاني وفق مزاعم الصحيفة أما الإعلام الإيراني فقد احتفى بالتصريحات التركية تجاه النظام وزعمت وكالة تسنيم أن روسيا تعمل على إجراء لقاء بين إردوغان والأسد قبل أن ينفي وزير الخارجية التركي الخبر ويكذب الوكالة الإيرانية مؤكدا أن بلاده تدعم الحل السياسي لذلك هي على تواصل محدود مع النظام في محاولة لجمع النظام والمعارضة على طاولة مفاوضات واحدة مكررا اتهامه للنظام بعرقلة الحل السياسي أيام عصيبات على السوريين تصريحات وتصريحات مضادة وقد يحدث الشيء ويحدث نقيضه بالتوازي معه وكل شيء متوقع كل شيء متوقع في قادمات الأيام قد يلتقي وزير الخارجية التركي ربما قد يلتقي بسالم المصلط رئيس الاتلاف قد لا أحد يعلم ربما لا يلتقيه لكن ربما يلتقيه في موقف ليكون موقف تركي واضح تجاه شراكتها وحلفها مع مؤسسات المعارضة السورية قد تأتي صورة لمولود جوي شوكلو وسالم المصلط كي تزيل كثيرا من الغبار الذي تراكم خلال الأيام الماضية بعيدا عن هذه التصريحات والتصريحات المضادة وما سوف يخدم عليه الأتراك الموقف الأهم كما يقوله كثير هو موقف الجيش الوطني ما المعلومات التي لديه ما هو موقفه من السياسة التركية في حال تغيرت أم بقيت على حالها كي نجلس صورة حول موقف الجيش الوطني معنا من ريف حلب القياد في الجيش الوطني مصطفى سيجري أستاذ مصطفى مرحبا بك حياكم الله يا أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا أنا أريد منك أن ترفع صوتك قليلا لأنك في الهواء الطلق نعم جيد جدا سمعت وشاهدت ورأيت ما حدث خلال الأيام الماضية اليوم وزير خارجية تركي يقول نحن ليس لدينا شروط مسبقة للحوار مع النظام فيصل المقداد يقول يجب على الأتراك أن يخرجوا من كل ميليمتر مربع هذا الميليمتر المربع الذي تجلس أنت عليه على كرسيك الآن فيصل المقداد يقول للأتراك عليكم أن تخرجوا أنتم وحلفاؤكم ربما لن يبقى لك محط هذا الكرسي طيب الآن السؤال حلفاؤكم الأتراك حلفاء الثورة السورية وهياكلها ماذا يقولون لكم ما هو موقفكم أحياكم الله شوف أخي أبو جمال اليوم خلينا نتكلم هيك بوضوح صراحة صراحة مطلقة أولا خليني أأكد على الموقف الرسمي أي جهة سواء تركيا ولا أمريكا ولا أوروبا ولا الأشقاء العرب أي جهة بتتخذ خطوات وقرارات تتعارض مع قيم ومبادئ السورة السورية وتتعارض مع تطلعات الشعب السوري هي غير معنية بالنسبة لنا لا يمكن أن يكون الجيش الوطني السوري إلا إلى جانب الشعب السوري هذا هو الموقف الرسمي الجيش الوطني مش كيان من خارج الحدود السورية الجيش الوطني مش جهات إجت بعد 2015 و15 و17 و18 لا قوى الجيش الوطني هم نفسهم الشباب اللي خرجوا عام 2011 في المظاهرات وأقاموا الاعتصامات ودخلوا المعتقلات والسجون ومن ثم فرض علينا حمل السلاح من شأن شو حملنا السلاح؟ من أجل ندافع عن أهلنا من أجل ندافع عن قرارنا عن تطلعات شعبنا لليوم إحنا ما زلنا ملتزمين بتوجهات الشعب السوري لأنه هذا خيارنا هذا خيارنا إحنا مش جهة نظرت للشعب شو بده وتوافقت معه إحنا الشعب محاولة الفصل ما بين الشعب والشارع والجيش الوطني محاولة بأسة هاي الناس اللي طلعت من أيام اللي انتوا شفتوها في المظاهرات والاعتصامات واللي قالت لنه صالح مين هدول؟ غالبيتهم هم عناصر وأفراد الجيش الوطني نعم انفرض علينا بفترة من الفترات أنه يكون في عندنا ارتباطات إقليمية ودولية من أجل دعم مواقفنا من أجل مواجهة نظام بشار الأسد بعد 2012 بشار الأسد أدخل ميليشيا حزب الله الإرهابي حسن وأدخل إيران وأدخل روسيا وبالتالي المعادة على الأرض تغيرت نحن بحاجة لحلفاء وبالتالي تحالفنا مع الأشقاء في الجمهورية التركية أخذنا دعم عسكري وإنساني وإيغاسي ومالي من عدة جهات مش أخذناها لنحطها في جيوبنا الخاصة أخذناها لنستكمل معارقنا ضد نظام بشار الأسد وأعود أكرر الموقف الرسمي هو الالتزام بقيم ومبادئ السورة السورية والالتزام بتطلعات وأمال الشعب السوري بغض النظر نوقف أي جهة كان وأي دولة كان نحن منحترم وفخورين جداً بالعلاقة مع الشركاء والأشقاء والحلفاء في الجمهورية التركية لماذا أنا عم أقول الأشقاء والحلفاء والشركاء لأنه في معطيات مسبتة على مدار 11 سنة نحن لن نسألك نحن نقتل عم أكلمك منها جيد اسمح لي اسمح لي صديقي فالنقتل أنا عم أكلمك منها تبعد عن قوات العدو أقل من واحد كيلومتر مش إحنا لوحدنا واقفين فيها لا في جنود أتراك واقفين بنفس الخنادق اللي واقف فيها مقاتلي الجيش الوطني فبالتالي نعم العلاقة مع الجمهورية التركية هي في إطار المصالح المشتركة هذا باقتصار شديد فضل حتى لا تتهم الآن بالإنشائية وأنه كلامك والله إنشائي البعض لا يسأل فيما فات نحن نسألك فيما سوف يأتي الآن هل أخبركم الأتراك بخصوص موقفهم الجديد من النظام ما هو الناس تريد أن تعرف ما هو موقفهم الجديد من النظام هل هناك موقف جديد أصلا من النظام أبو جمالي اليوم كم بالشهر؟ 23 23 نعم الآن اليوم 23 والساعة 9 29 لاللحظة هاي لا يوجد أي تغيير في الموقف التركي تجاه العلاقة مع القوى السورية لاللحظة هاي ما في ومع النظام؟ ما في بحسب المعلوم لأنه ما في ما في تغيير هل لا طيب أنت تقول حتى تاريخ اللحظة طيب غدا هل تضمن غدا؟ شوف صديقي ما في أحد في الدنيا بيضمن إشي الضمانة لأنك سوريين هي البندقية واللي بده يتهمنا بالكلام الإنشائي يجي يوقف محلنا في الخنادق والجبهات هذا الموضوع ما في مزاودة هاي الأرض أرضنا وهاي السورة سورتنا وإحنا موجودين الضمانة الوحيدة وأنا اليوم أقولها لكل شعبنا لحلفانا ولدعمينا ولكل الدنيا الضمانة الوحيدة هي البندقية ولكن لما نحن نقول أن الضمانة الوحيدة هي البندقية ما نقبل أنه يكون هذا الكلام مدخل للطعم بأهم وأصدق حليف وقف معنا على مدار 11 سنة للأسف للأسف المزاودات اللي عم نسمعها والتوجه الإعلامي وحالة الصخاب لا قبل 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 بتشعر للحظة بتشعر للحظة وكأنه هناك تخوف من تغيير الموقف يا سيدي يا سيدي للأسف هناك من تخندق خلف مواقفه ويتمنى أن تركيا تغير مواقفها تجاه الشعب السوري والثورة السورية كي يقول لنا هل رأيتم؟ أنا قلت لكم طيب دعني من هؤلاء لا أحد قادر يضمن موتة أحد جيد حتى نتحاور الوقت ضيق لأنه هل رأيت آلاف الناس مئات آلاف الناس التي خرجت في عموم الشمال المحرر وقالوا لأنه صالح صحيح؟ لأنه صالح طيب جيد هؤلاء لماذا قالوا لأنه صالح؟ رداً على من؟ هؤلاء لا يزايدون هؤلاء لا يزايدون أجاوبك البعض يقول طبعاً ما يزاودوا هذه ليست فيهم مزايدات هذا موقف مبدئي عند الناس طبعاً ما يزاودوا شوف صديقي هاي الناس ما تزاود هاي الناس خرجت لتعبر عن حقيقة الغضب اللي شعرت فيه نتيجة التصريحات اللي صدرت جيد جداً هذي تصريحات هل لديك تفسيرات لها؟ شوف خرج فيما بعد في اليوم التالي خرج سيد وزير الخارجية التركي وقال حرفياً التصريحات حرفة ما زالت الجمهورية التركية عند مواقفها السابتة تجاه الشعب السوري وقضاياه المحقاة الآن إيش إحنا منطلع من كله؟ لا والله ما مصدقينك شوف صديقي تصديق الأقوال هي بالأفعال يوجد على الأراضي أكثر من 30 ألف جندي إلى جانب قواتنا في الجبهات وفي الخنادق خطوة بخطوة عم يبزلوا دم مثل ما نبزلوا دم عم يعيشوا المعاناة مثل ما عم يعيشها أنا أيضاً الآن محبالغ قرروا حلفانا لا قدر الله يغيروا من موقفهم تجاه شعبنا وقرروا ينحازوا للنظام بشار الأسد إحنا غير معنيين إحنا هون سابتين بأرض ونقاتل لآخر لحظة اللي قال لن نصالح هو عبر عننا كل ياتنا واللي حمل مظاهرات واللي وقف إلى جانبها هو الجيش الوطني نفسه لأسطن يا أبو جمال دقيق في الصور والفيديوهات هاي كلها يعني العدد الغالي هو من الجيش الوطني يعني 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 هم الجيش الوطني يعني فقط الناس التي خرجها يا أخي يا أخي جزءا منه جزءا منه أنتم احتقلتم كذلك ألم تحتقلوا بعض الناس ألم تشطبوا أو تمسحوا كلمة لنه صالح جاوبك هم ليش خيو ليش لماذا نقول لنه ليش نصط ما شطبناها شطبتوها ولكن وبكل أسف أخي أبو جمال لا لا جاوبك لا أعوذ بالله هذا كلام غير صحيح انتبه وما بليق أنه نحن نطلق كلمات نكون ما مدركين أبعادها طيب قل لي الصحيح أقول لك الصحيح أقول لك الصحيح المنظمات العاملة في المناطق المحررة والتي بتأخذ تمويل من الاتحاد الأوروبي قام مدير المنظمة بحزف هذا الشعار اللي وضع على حائط المنظمة بدعوة أنه هو باعتبار منظمة تتبع أو ممول من قبل الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون على مسافة واحدة أو يجب أن لا تكون جهة معنية بصراع سياسي أو تتبنى رأي سياسي شوف ترى جب تسألني أنا كمصطفى السيجري وكل الجيش الوطني هذا المنطق غير مقبول بالنسبة لنا ولكن اللي قام بهذا الفعل مين؟ مدير المنظمة ولما انتشر هذا الأمر إحنا أول الناس عاتبنا وهو بييده ورجع كتبها على الحق حسنا الآن أعود بكي الموضوع الأساسي ولكن الضعب الله باتجاه يهول هذا الموقف يعني أنتم لا تلعبون دور المظلومية كذلك في الجيش الوطني لا تلعبون دور المظلومية يعني ليس لهذه الحد خليني أرجع للنقطة اللي ذكرتها موضوع الاتقالات هذا التهم خطير يا رجال طيب طيب سؤال واضح نعتقل شعبنا يا رجال أنا معتقل في عام 2011 أربع مرات ثلاث أربع شعب سوري معتقل أستاذ مصطفى سيجر إذا سمحت لي إذا سمحت لي إذا سمحت لي حتى لا نتهم بالمزايد على بعض الآن السوريين يسمعون هل سألتم الأتراك عن مواقفهم الجديدة ماذا أخبروكم هل لديك معلومات واضحة ويفترض أن يكون لديك معلومات واضحة بكل تأكيد نعم أنا أؤكد الآن تفضل حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغيير في الموقف تجاه قوى السورة السورية واحد اثنين كل ما صدر هو في إطار المناورة السياسية عندك أسئلة تانية طيب اليوم نجحها لأشقانا وحلفانا الأتراك اليوم وزير الخارجية التركي يقول ليس لدينا شروط مسبقة للحوار مع النظام الرئيس التركي قبل أيام قال ليس هدفنا الفوز على بشار الأسد تسألني أنا سعيد بهذه التصريحات لا والله مشتعد مثل أي مواطن سوري مشتعد فيها لا أنا أسألك هل يبنى عليها مواقف أبو جمال تفضل اسمح لي بدك ياني الآن أنا أتحول لمحلل لا 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 أنا أقول لك تسألني رأيي قل لي هاي التصريحات لا أنتوا في الجيش الوطني شكلت لكم حالة من السعادة لا والله نحن نعلم أنك حزين أنا السؤال يا أستاذ مصطفى هل هذا الكلام بني عليه شيء من الأتراك وعلمتم به هذا هو السؤال عمليا ما في شيء لم يبنى عليه شيء وعنتم على حالكم ولا إيش يا رجال وفي قادمات الأيام إن شاء الله ما بينبنى شيء أو إذا نبنى شيء بيكون نحن غير معنيين فيه كيف غير معنيين إذا تسليحكم من الأتراك لا طويل بالك طويل بالك عام 2011 لما خرجنا ضد النظام ما أخذنا الإزم من أحد ولما حملنا السلاح لندافع عن أهلنا ما أخذنا الإزم من أحد قلنا وبكل وضوح أي جهة جاهزة تمولنا وتسلحنا وتساعدنا لحماية شعبنا ومن 2011 للآن ما قدمنا أي تنازل تجاه هذا الدعم نقطة من أولاستطر حتى علاقتنا من الأتراك مبنية وفق المصالح المشتركة إحنا في علاقتنا مع الأتراك ما زلنا نحقق المصلح السورية العليا ضد المشروع الانفصالي في سوريا البعض يقول تحققون المصلح التركية البعض يقول تحققون المصلح التركية وأنتم لستم حلفاء للأتراك أنتم أتباع للأتراك تقسيم أراضي سوريا واقتطاع أجزاء من الأراضي السورية ويعني إقامة أقليم أرهابي عنصري ضد مكونات الشعب السوري هذا مواجهته ومصلحة سورية ولدتولة تركية أنا أقول لك مصالح مشتركة ولكن من منظورنا حققنا مصلحة عليا ولو تركيا مش موجودة إن إحنا حنقاتل حزب العمال الكردستاني حزب العمال الكردستاني إيش عاب يعمل في سوريا والنظام ألا تريدون قتاله ومن قال إن إحنا مواقفين عن قتال النظام ومن قال إنه النظام وقسد ومش عاب يشتغلوا بتوافق نوعا ما من سلم قسد من سلم حزب العمال الكردستاني وقيادات حزب العمال الكردستاني عام 2012 الكثير من المناطق والمستودعات المستودعات الزخيرة والسلاح النظام هو سلمهم وخرج من هذه المناطق وجعل هذه العصابات في مواجهة الشعب السوري من أجل في مرحلة ما يستخدمها ضد حلفانهم في الجمهورية التركية ترى أخي أبو جمال تركيا تعي تماما من الحليف ومن الصديق في سوريا أنت نفكر تركيا ما تعرف شو دور بشار راسد مين يدعم الجماعات الإرهابية مين يقاوي الآن الإرهابي مع راج أورال في الساحل السوري تركيا ما تعرف هذا الشيء مين يمول ومين يغزي ومين يدعم بالسلاح وبالزخائر تركيا تعرف أنا الآن ما بدي أدافع عن الموقف التركي مع أنه واجبي ليش واجبي لأنه هم بدافعوا عانا 11 سنة وما يقوله مصطفى سيجري منسجم تماما أنا شخص منسجم مع أرائي ومعتقداتي الآن السوري نعم ننظر اسمحلي اسمحلي ننظر للأخوة الأتراك على أنهم حلفاء اسمحلي اسمحلي 12 سنة من التعاون يثبت أنهم حلفاء تجربتنا مع عادة السوري الذي يسمعك الآن يقول أنت يعني هذا الكلام ليس كلام الحليف للحليف كلام التابع للمتبوع أنت مرتبط مع الأتراك أنت مرتبط بالأتراك شرح لي إياها كيف هكذا ربا سامع أن يسمع لا أنت بدأك تشرح لي الآن لا أنت بدأك تشرح لي الآن طيب راح أشرح لك أبو جمال أمام الجيوش الإلكترونية أمام الجيوش الإلكترونية وحالات الضخ الإعلامي المرعبة تمام في توجه واضح لشيطان قوى السورة السورية هذا ليس وليد اللحظة دعك من الذباب الإلكتروني الناس على الأرض هناك نفس عند الناس على الأرض يا أستاذ مصفى السيجري يقول أنتم يعني انحستم كثيرا للأتراك وتركتم قضيتكم حتى بدتم تحسبون على الأتراك أنتم لا تحسبون على السوريين هذا الناس على الأرض تقول هذا الكلام لماذا برأيك وصل الشعور عند الناس إلى هذا الحد والله يا أبو جمال الأتراك هم منحازوا جدا للسوريين مش العكس 11 سنة تركيا واقفة معنا على المستوى الإنساني وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي و30 ألف جندي موجود معنا الآن لم تخطأ تركيا لماذا النظام ما عم يدخل إدلب يا أبو جمال النظام لماذا ما عم يدخل إدلب وروسيا وإيران مش لأن تركيا موجودة معنا الكثير من الحقائق غيبت التضليل مستمر نواجه روسيا وإيران والنظام وأكثر من 70 ميليشيا شيعية رهابية متطرفة على الأراضي السورية وخزدان من المجتمع الدولي وخزدان من الأشقاء العرب واستكترتم علينا تركيا يا أخي ما أضل غير تركيا ولازم هناك لازم يحدث الشرخ بين السوريين والأتراك يعني هو الشرخ بدأ والغضب بدأ من التصريحات التركية يعني التصريحات التركية هي التي أحدثت هذه الموجة أليس كذلك؟ الشعبنا وأهلنا وناسنا خرجوا ليعبروا عن غضبهم لأنه بعد 11 سنة ما بيصير يسمعوا من أقرب حليف لألهم هيك تصريحات في اليوم الثاني خرج السيد وزير خارجي وقال التصريحات حرفت ميدانيا على الأرض لم يتغير شيء أين العملية التركية طيب؟ جاي إن شاء الله أبو جمال جاي متى؟ جاي وتلفزيون سوريا وكوادر الموجودين يغطوها بإذن الله متى؟ متى جاي؟ متى؟ ما تستعجل إن شاء الله جاي البعض يقول شوف أبو جمال شوف أبو جمال سابقا قالوا ما ممكن ندخل مدينة عفرين الآن فضل الله سبحانه وتعالى عفرين أصبحت من حصة المعارضة والكواد السورية قالوا لا يمكن أن تغطو خطوة واحدة تجاه شرق الفرات وهي راس العين وتل أبيض مئات الكيلومترات أصبحت في حضن السورة السورية من قبل قالوا لا يمكن أن تبدأ عمليات في جرابلس وأن يكون هناك يعني معارك ضد تنظيم داعش الأرعاب بدأنا عمليت درع الفرات ترى نفس هالناس الآن مش كلها ولكن قسم شريحة شريحة اللي نفسها الآن تدعي أن هي منزعجة من هاي التصريحات التركية هي نفسها كانت تقول تركيا إيش عبت تقدم للشعب السوري؟ تركيا شو قدمت للشعب السوري؟ أنا لهي الناس تحديدهم بدي أقولهم إذا أنتم شايفين تركيا ما بتقدم لأنك سوريين ليش متضايقين؟ اطلعوا تركونا إحنا والأتراك منعرف ندبر رأسنا يا أخي يعني أنتم هكذا تختزنون للقرار السوري أنتم من بإسم من تتحدث؟ البعض هكذا يقول لك القرار السوري في جيبكم؟ لا مش بجيبنا القرار السوري واضح ما هو؟ ولا للمصالحة مع نظام بشار الأسد وإحنا هذا ملتزمين فيه وإي جهة بدأت تتحالف معنا ولا تقدم لألنا الدعم بدأت تفرض علينا شيء في نوع من المساومة على قيم ومبادئ سورتنا وآمال وتطلعات شعبنا إحنا ما حنقبله ولو بدنا نقبله أبو جمال كان الواضع الآن مش هيك مش بهذا الشكل لو بدنا نكون مرتزقة وننفذ أجندات خارجية كان الآن المجتمع الدولي كله خلفنا بس إحنا للآن الوقت انتهى أنتم تجرؤون على قول لا للأتراك؟ إذا قالوا الأتراك إشياء بتخالف آمال وتطلعات شعبنا ضد ومبادئ ضد ومبادئ السورة السورية مش منقول لا منقول ألف وألف وخمسمائة لا ولكن لا يليق لا يليق بالتحالف اللي موجود بيناتنا أنه إحنا يعني نتطرف بأسلوب فيه نوع من الولدنة العلاقة ليش ما تطرقت أخي أبو جمال للتصريح الأخير اللي صدر منه شوي من السيد وزير الخارجي لما قال العلاقة مع المعارضة السورية وسيقة هذا قالوا من ساعتين جميل ونحن نطرح الناحية الإشكالية في تصريحات الوزير التركي التي تثير الجدل سؤال في السنوات السابقة قلتم لا في موقف ما للأتراك فعلا لأن البعض يتهمكم بأنكم لستم حلفاء أنتم أتباع للأتراك هكذا البعض يتهمكم أستاذ مصطفى أستاذ مصطفى سيجري هناك مشكلة في الاتصال لم يعود معنا الأستاذ مصطفى سيجري هناك مشكلة فعلا في الاتصال في الاتصال للإنترنت الرجل لم يذهب من عندياته لكن الرجل داخل سوريا وهناك مشكلة في الاتصال للإنترنت عموما شكرا جزيلا مصطفى سيجري القيادي في الجيش الوطني وانتهى ما تبقى غدا بإذن الله التاسعة مثلا بتوقيتي دمشق ما تبقى جديد جميلة جميلة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة